موسيقى على درب هيكلة هذا المجال الذي ظل في عشوائية لسنوات بهدف تحصين وحماية ثروة البلاد من النيازك وضعت الدولة المغربية قوانين تنظم عملية البحث عن الأحجار النيزكية وكذا التجارة فيها مولود أحد المتربسين بالأحجار النيزكية كان له نصيب في حضور حالات تهريب نيازك خارج المغرب قبل أربع سنوات من الآن كنت توصلت بإرسالية من الجمارك بالعيون وكنت طلب مني أن نحضر الجمارك لمعاينة قطع نيزكية كانت قدرة تقريباً سي 16 قطع نيزك كان بحوزة أجنبي كان سيهربهم من المطار ويعني تلقى عليه اسمه وجينا بحكم تجربتنا وبحكم الحمد لله على أنه عندنا جمعية ومشينا عين المكان وعيننا هذوك النيازك اللي لقينا فيهم نيازك ماشي غالية باهظة ثمن كان نيازك مكوي كبه فيسطا يعني يعني ماشي هذا ولكن كان هناك كان تهريب يعني هاتسيد ملجأش للمساطر القانونية اللي كان الأهل القانون كي يعني واضح يعني كتمشي تدير واحد اللي فيش تكنيك والورقة تقنية على هذا النيزك يعني وزارة تقوى المعادن هي اللي كتغطيك يعني تصريح باش تخرجه يعني هنا يعني القانون يعني كان واضح واللي القص من هذا يعني هذا التهريب هذا الحمد لله فهذا الأون الأخير ونحن نتجول مع هذا الباحث في نقاش حول النيازك ومصادرها أعثرناها لجل تعبان تم تغييره حديثا ما يعني حسب مرشدنا أن التعبان لا زال قريبا وهو يعتبر من أكبر المخاطر التي تهدد الباحثين في خرجاتهم لكنه حسب مولود يبقى أرحم من المحتالين المهربين للنيازك كان أجانب كانوا يهربوا يعني النيازك على أنها قطع يعني من الفصيلة أو من قطع أرضياء وكذا وكذا وهذا فيه نوع من الاحتيال اللي مشات منه نيازك غالية وباهظة مثلا على سبيل المثال أيضا تيسينت ديال طاطا اللي خرجوه أجانب وللأسف الشديد القطع الكوبرى الآن معروضة في متاحف عالمية المتاحف البريطاني اللي فيها قطعة تقريبا تزين أكثر من كيلوونس